صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس عبدالفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين بصوت أفريقيا والدول النامية وذلك في ضوء ترأس مصر مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ كوب 27 لا فتن لأنه فيما يتعلق بملف نيباد فإن مصر سوف تتحدث خلال قمة العشرين عن حجد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية أضف متحدث الرئاسة أن رئيس عبدالفتاح السيسي سوف يركز خلال القمة على سوبل توفير التمويل لمشروعات الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر وسوبل إصلاح نظام المالي العالمي واحتواء الخلل في ذلك النظام